طبعاً تعرفين أن أغلب أو أكتر لعبة منتخب مصر يعني في النادي الأحلي لعبة النادي الأحلي ناكحوا في السيطرة على المراكز الأولى في البطولة التنشطية الأولى لرمي المطرأ والتي تلعبت من يومين على أستاذ القاهرة الدولي وده استعداد المشاركة في بطولة الجمهورية اللي جاية والتي تكون في النص الثاني من شهر 11 فلو شفنا مرحلة 16 سنة هللاقي عبد الرحمن محمد عادل حقق المركز الأول وجه زملته ناهد عمر صالح في المركز الأول على مستوى الناشئات ولو شفنا مرحلة الشباب تحت 18 سنة هللاقي أن عبد الرحمن ناصر شحات حقق المركز الأول وهده نفس الأمر اللي اتحقق مع لعبة الأهلي نادا سليمان أما آخر مرحلة تحت 20 في كسبها لعبنا عمر حمدي وحققت نادا طبعاً سليمان المركز الأول في مصابقة تحت 20 سنة كمان وكابت ناسر داوت ربعاً رئيس الجهاز أكد أن البطولة دي أعداد كويسة أمورت حدادكم في بطولة الجمهورية تلعب في شهر 11 وخلينا أفكركم من بطولة الجمهورية السنة الفاتت طبعاً نادي الأهلي خدها والدرع العام كمان لألعاب القوى النادي الأهلي حصدوا بكل أريحية النادي الأهلي طبعاً بيرعى أبطال مصر في ألعاب القوى بشكل كبير حتى الأبطال اللومبيين اللي اتأهلوا الأولمبيات الفاتت كلهم طلعين من النادي الأهلي فالنادي الأهلي الحقيقة بيقدم دور كبير في ألعاب القوى وانتعارفين طبعاً الألعاب دي يعني بيصعب أن انت يجيلك منها هزا ما بيقوله حاجة اقتصادية ما بقاش يعني نادل أهل هو الاسبونسور الأساسي لمجموعة اللاعبين دول طيب خلينا نروح للسكواش مصطفى عسل كان